موسيقى 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 تشخيص المبكر التي يمكننا العلاج بطريقة فعالة ومبكرة وعندنا مجموعة الأنشيطة التي يدينهم بالنسبة لأطفال مرضى سرطان أو المرضى اللي نحسين عندنا في المستشفى هي أنشيطة ترفية لكي نخرجوا من تكلجوا المرضى معنا مجموعة من الجمعيات التي يساعدوا لكي عاونوا وكيساعدوا الناس اللي هما مصابين بسرطان وكي عاونوا لحيث العائلات دياله دكتور قصار أسماء اختصاصي في أمراض الدم رئيسة مصلحة أمراض الدم وسرطان الأطفال وأستاذة بكل يد طيب والسيدة لبضاء بدل عالمي لسرطان الأطفال تحتافل به يوم 15 فبراير كل سنة إحنا فكرنا باش نحتفلوا بهد اليوم لأننا عنا أطفال مصابين بسرطان بدنا غيرنا التاريخ لأنه يوم السبت ما كانش ملأم للجامع دكشالش غيرنا إحنا نحتفلوه بيوم 15 فبراير يوم العالمي سرطان الأطفال الغاية الغاية هي أنه تحسيس بسرطان الأطفال وبأنه تيتعالج والحاجة الثانية نتواصلوه مع المرضى مع الجمعيات مع البروفيسيوني بسرطان الأطفال بسرطان الأطفال لدينا ما بين 180 170-180 حالة جديدة في مستشفى عشرين غشت بسرطان أولا أنا دائما متواجدة هنا ليس أول مرة صراحة ما كنقولها كنقولها كنكون فرحانة بزاف وأنا كنجي نحضر بحال هذه هذه مهمة لنا كناس مهمة لنا كناس مهمة لنا كناس نتعاطفهم معهم وندعوهم معهم ونخلقوهم فرحة وبتسامة حيث بالنسبة لهم الأجواء ديالهم والوقت ديالهم كم يدوزوه في سبيطار وفي الأدوية قالوا هذا اليوم الدعم معناوي وأهم حاجة الدعم المعناوي الفنانة ولكن كفنانة ندعموهم معناويا ونفسانيا وجهات أخرين يدعموهم ماديا حيث هذه الوليدات تبغيهمهم محتاجين بزاف الحويجات كنتمنى لهم التفاتة وكنتمنى التفاتة لقاء الفنانة لما يحضروا في هذه الحويجات لأن هذه الوليدات ما محتاجين تشي حاجة منينا ما كيطلبونا تبشي حاجة يكي يشوفونا كيفرحوا وديك البتسامة كافية بالنسبة لنا قالوا أنا كنتلب من قاء الفنانة بحال هذه الحويجات وعافكم متعكزوش عليهم حاولوا ديروا مجهود كيف مما كتفقوا تمشو خدمة كيف مما كتفقوا تمشو البريسة تخرين فيهم ضحك أو فيهم ناشاط أو فيهم جسابة شنو ماشي مشكيلة حتى هذه الحياة اليومية ولكن ما فيها بسد الحويجات نحضرو فيهم من حلقة ابتسامة voilà